ورحمة الله وبركاته مفاجأة صادمة مرتضى منصور يكشف عن المتسبب في فشل المفاوضات مع الألماني هيرليتش كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الشخص المتسبب في فشل المفاوضات مع الألماني هيرليتش لتدريب الفريق وقال مرتضى منصور في تصرحاته الناس تصلوا بالمدير الفني وقالوا له ايه جابك الزمالك كله مشاكل وهرب هم دول ولاد الزمالك وقالوا له انت بتتشتم قبل ما تستلم ده مناخ سيء ومقرف واضافة عاوزين انتخابات هعمل لكم انتخابات أقرب مما تتخيلوا عايزين تمشوني انت لو مشتني دلوقتي هو شهر سبعة امتى كمان ثلاث شهور هعمل انتخابات وهكتسح وهرجع تاني لكن في الثلاث شهور دول النادي هجيب الأرض وهيقع أنا قلت من الأول مش عايز أكمل وكلنا قدمنا ستالاتنا قبل ما نرجع وجه مندوب محترم أخذها واشدد المستشار مرتضى منصور حسين لبيب وآحمد سليمان راحوا للدولة دول مين جابوا النادي الأرض احنا ما كم الناس سنة عبقه والحكم رايح تجري بيه هو ناس سرقت النادي انا متبرع وممكن اقول عاوز فلوسي ثم قال لما قالوا تقرير هيئات المفاوضين بالعازل قلتوا الأصل فين في رفض الدعوة انهم من غير صفا صفحة زمالكوية كتبوا عازل مرتضى منصور انتم زمالكوية كويس ان عايش ومتحملكم وتابع مرتضى عملنا اللي علينا كمجلس وشكلنا لجنة كرة اختار وتقييم اللعيبة انا في زهولهم من كده مجلس ادارة من سنة بس ومرفوع عليه مئة قضية ممكن يعرف اعضاء المجلس والثقافية نجحوهم هو اكملة انت مش مكسوف انك سقط في الانتخابات 12 صفر وخلت لطيف يكسبك وعلى مقلد يكسب وشعرابة اقول الجمهور اقفل الصفحة كلها يتحاسب بالفلوس وصلاحياتهم كاملة لعبد الواحد فيه العقوبات وما فيش فيسبوك ولا لاعب هيتأخر عن التدريب والقصة انتهت حتى لو هلعب بالناشئين واصل المستشعر المرتضى منصور اقسم بالله اي لاعب فاتح صفحة على الفيسبوك او انستجرام كل يوم 25 الف جنيه غرامة عاوزك تركز عشان تسعد الملايين مش اللي بيحضروا المدرجات وعملوا الوش الغطبان ما عملتش مبارح ليه علشان رئيس النادي منعك واختتم المستشعر المرتضى منصور اعتبرها سنة استثنائية تعبوا وجالهم كورونا واقف وراهم وصفحات اللي شاتمت المدرب وقالولوا نادي مفلس وعقب اللعيبة ابعدوا عن الزمالك انتم مأجورين انت عاوزت ماشي رئيس النادي مش هيمشي اهدوا وجهزوا نفسكم للانتخابات لما اللي جان جت ما جاتش ناحيتها عشان النادي يستقر